هو تجسم الأعمال الآية المباركة تقول إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا الجعل تكويني يعني الله عز وجل بسبب أن الإنسان هو اختار لنفسه أن يكون مغلولا أن يكون مقيدا يتركه في أغلاله في قيوده مغلل مكبل هذا التغليل ليس من باب النتيجة العقابية مثل ما القاضي يحكم على الشخص بعقوبة معينة وإنما تغليل ناشئ من عمل الإنسان وهذه مسألة مهمة جدا علماء المعقول علماء العقائد فصلوها وشواهدها في القرآن كثيرة وهي أن الإنسان أعماله وصفاته النفسانية تتجسد ويعيش بها في الآخرة بنفس هذه الصفات التي يعيش بها في الدنيا نفس هذه الصفات سيعيش بها في الآخرة الحياة الأبدية الدائمة تعاش كما كان الإنسان في دنيا إذا كان الإنسان يعاني من صفات الرذيلة من العادات السيئة هذه العادات والصفات لا تنمحي بموت الإنسان وإنما نفس هذه الصفات إذا ما غيرها إذا ما عالجها في دنيا نفس هذه الصفات راح يعيش فيها في القبر وراح يحشر فيها في الآخرة وهي التي تطوقه تطوقه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر